وصفة اليوم أكبر كنز من الحيوية والنشاط والفيتامينات لمن يرغب بالإنجاب وزيادة عضلات الجسم لمن هو نحيف للكبار والصغار من المأكلات الحية لا تبحثوا في مكان آخر عن غيرها فما من طعام يفوقها من الفيتامينات كلها بروتينات رائعة للجسم مليئة بفيتامين ب وفيتامين كا دي ا ا سي والمعادن الفوسفور كالسيوم منغنيزيوم فوتاسيوم والحديد إنها من المصادر الممتازة من مضادات الأكسدا والأحمد الأمينية والألياف الغذائية وعدة فيتامينات هذه الكرات مهمة جدا للأطفال من ثلاث سنوات إلى سبعون سنة حتى لمن هم كبار في الزن لأنها تزيد من الطاقة والحيوية والنشاط لن أطيل عليكم وسوف نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ على بركة الله سوف نأخذ اليوم البذور لكي نقوم بإنباتها نريد اليوم أن نحصل على براعم صغيرة مليئة بالفيتامينات هنا أخذت حفنة كبيرة من الحمص والصوجة غسلتهم جيدا ثم يتنقع في الماء ليلة كاملة في الصباح نقوم بتصفية الحمص مع الصوجة يعني ستجدونها أصبحت جاهزة نقوم بتصفيتها ووضعها في إناء كل مرة ألاحظ أن الحمص والصوجة بدأ يجف نقوم برشها بالماء يعني طوال النهار يعني نراقبها لا نضعها في أشعة الشمس هي البراعم تحب مكان فيه تهوية وفي نفس الوقت لا تدخله أشعة الشمس هذه الطريقة الصحيحة الذي نقوم بإنبات البراعم بطريقة سليمة كما تلاحظون بعد ليلة كاملة وضعتها هنا وفي كل مرة ولاحظوا أنها بدأت تجف نقوم برشها بالماء وأحسن شيء نقوم بأخذ الماء ووضعها هكذا في بخاخ ونقوم برشها بين الفترة والأخرى بالنسبة للعدس قمت بنفس الطريقة وأيضا حبات الزرع ممكن أن تأخذون السمسم أي شيء ترغبون بي على العموم العدس لا يأخذ وقت طويل فبسرعة يخرج براعمة بعكس الحمص والصوجة كما تلاحظون هذا اليوم الثاني بالنسبة لحبات الزرع كما تشاهدون ولكن في كل صباح أقوم بغسل الحمص يعني هنا اليوم الثاني الآن أقوم بغسله جيدا وتصفيته وأعيده لمكانه أيضا بالنسبة للعدس وبالنسبة لحبات الزرع لماذا؟ لأن هناك تكون بكتيريا وتعطي رائحة كريهة غير مرغوب فيها فلهذا أقوم بتنظيف البراعم كل صباح وفي نفس الوقت السعيد ورطوبتها كما قلت لكم لا تضعوا في الشمس هنا سأقوم برش الماء وتحريك دائما نقوم بالتحريك والآيات تكون نظيفة بالنسبة للحمص والصوجة الوحيدين يعني سبحان الله رائحة يعني ما ما فعلت تكون الرائحة غير مرغوب فيها بعكس العدس وبعكس حبات القمح وأي بذور إلا الفول الصوجة الحمص ستكون الرائحة حتى لو نظفتم كل صباح رائحة ولكن أنا سأقول لكم الحل إن شاء الله كي تتخلصون من تلك الرائحة هنا في اليوم الثالث قمت بغسل كل صباح أقوم بغسل الحمص العدس وأيضا حبات القمح جيدا وتصفيتها ثم أعيدها كما تشاهدون البراعم بدأت تظهر بالنسبة للحمص والصوجة وأيضا بالنسبة للعدس وحبات القمح يعني ممكن حتى يعني العدس والقمح ممكن تناوله هكذا يعني فهو مفيد ورائع جدا وكله فيتامينات بالنسبة للقمح فهو منبت فهو جيد لمن لديهم سرطان فهو يحد أنا لا أقول يعالج وأكذب على الناس فهو يحد من انتشار السرطانات كل البراعم تحد من انتشار السرطانات على العموم اليوم الخامس البراعم ظهرت وانتهيت سأقوم بتنظيفها كلها يعني مرة واحدة وضعتها كما تشاهدون وقمت بغسلها جيدا بالنسبة للحمص والصوجة كي أتخلص من تلك الرائحة سبحان الله الحمص والعدس والفول والله رائحة يعني غير مرغوب فيها ولكن سأعطيكم الحل لكي تتخلصون من تلك الرائحة التي هنا قمت أخذ كأس من القهوة سأضعها هنا وأتركها من ساعة إلى ساعتين ثم أقوم بغسلها جيدا وتشفيفها بالطريقة التي سأريكم طريقة صحيحة وممتازة جدا نسيت أن أقول لكم وضعت ملعقة كبيرة من الحلبة مع العدس يعني حين كنت نبت العدس وضعت ملعقة كبيرة من الحلبة يعني هي الحلبة جيدة ورائعة جدا على العموم نأخذ تلك البراعم ونقوم بتسخين الفرن جيدا الفرن يكون ساخن وغير مشتائل يعني بعد أن يصبح الفرن ساخن نقوم بإطفاء الفرن وإدخال هذه البراعم إلى الفرن ونتركها حتى يبرد الفرن تماما بعد أن يبرد نخرجها يعني تكون لما يعني تكون يعني ما زالت طرية نقوم بتسخين الفرن مرة تانية جيدا ثم نقوم بإطفاء الفرن وإدخالها للمرة التانية وهكذا حتى تصبح مقرمشة كما تلاحظون بالنسبة للحمص والعدس كذلك نفس الطريقة يكون فقط الفرن ساخن نقوم بالعمل عدة مرات حتى تصبح هذه البراعم مقرمشة ويسهل طحنها في الخلاط على العموم سوف أكمل لكم وعذرا للفصحاف أنا لست فصحة فقط تبسيط الكلام نظر الإخوان طلبوا مني التكلم بالفصحة وأنا أحاول فقط تبسيط الكلام بكي يفهم الجميع نضع هذه العناصر في الخلاط ونقوم بسحقها جيدا حتى تصبح بودرة والآن سوف أقوم بالمرحلة الأخيرة بالنسبة لمن يرغبون في الإنجاب إلى الفيديو ما زال للنهاية أما لمن يرغبون في زيادة الوزن وصحة مثالية فقط يقومون بإضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل يخلط الجميع إما مع التمر أو مع عسل النحل كما ترغبون للكبار والصغار للنساء يعني والكبار من ثلاث سنوات إلى سبعين ثمانين سنة الوصفة جدا رائعة بالنسبة للصغار فقط حبة كبيرة في اليوم لمدة خمسة عشر يوم بالنسبة للبالغين حبتين في اليوم ويمكن لمدة خمسة عشر يوم ممكن أن نتوقف خمسة عشر يوم ونكرر هذه الوصفة لمن يرغبون في الإنجاب سوف نكمل لهم الوصفة ولا تنسونا من لايك فضلا وليس أمرا لأن الوصفة رائعة وسوف نكمل الوصفة نضيف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من القرفة وسوف نضيف هذه البذور كالتالي بذور البقدونس نصف ملعقة صغيرة ونصف ملعقة صغيرة من بذور الفجل نصف ملعقة صغيرة من بذور اللفت ونصف ملعقة صغيرة من بذور البصل نقوم بتحميسها فقط قليلا لكي يسهل طحنها بعد أن تطحن جيدا نضيفها إلى الخليط تخلط إما مع العسل مع عسل النحل أو مع التمر فهي رائعة جدا نقوم بصنع كرات متوسطة الحجم نقوم بأخذ واحدة قبل الإفطار لمن لديه مشاكل في المعدة بعد الإفطار بساعة وواحدة بعد العشاء لكل السوجين مدة خمسة عشر يوم نتوقف عشرين يوم ثم نكرر هذه الوصفة وأسأل الله العظيم الدرية الصالحة للجميع أتمنى أن لا تنسونا من لايك فضلا وليس أمرا ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله ما السلام ترجمة نانسي قنقر